سبعي الكرام أهلا بكم مرحبا بكل الناس اللي كيتبعونا داخل بلجكا وخارج بلجكا في بلدان أخرى يتابعون دائما برامج أربيل ويتابعون برنامج ساعد زول أحييكم وتمنى لكم أسعد الأوقات ككل خميس نلتقي مع الأستاذ رحاب محمد كوتش في التنمية الداتية موضوع أهم جدا اليوم هو كلام الناس وما تأثيره علينا بداية أرحب بالأستاذ رحاب للا رحاب مساء الخير مرحبا بيك عيد مبارك سعيد كل عام ونتبه ألف خير السلام عليكم سي شاطير السلام عليكم مستمعين الكرام كنت من الناس كونوا مزيانين وفي أملة وحفظها وكنت من الناس كونوا ذوي السوق أوقات زوينة والفرحة والبهجة ويكون تخلي عليكم الصرور يعني كنت من لكم كل ما هو جميل وكل ما هو زميل زوين وأنكم تكونوا مزيانين في حياتكم طبعا للا رحاب يعاني الكثير من الناس اليوم في الحياة ديالهم كثير من الناس المشكل أنه هناك الأقلية مسيطرة على الأكثرية وشحن ما عادي نحلوه نويك اليوم هدا الموضوع يعني كيخسنا فيه ساعات وساعات ومو حالش تقدنا لكن لابد أنه نطرحوه على الأقل وربما لقوا أدان صغية لممكن أنها تغلب على كلام الناس كلام الناس للا رحاب علاش كيختار الإنسان أنه يكون دائما تحت الوصاية ديال الناس تحت كلام الناس كيخاف من كلام الناس علاش كيأطر فينا كلام الناس الموضوع دياليوما هو موضوع اللي أنا شخصيا أزيزيلي بزاف ونقدر نقول لكم بأنني كنهضر عليه مرارا وتكرارا سواء في الورشات وسواء في المحاضرات وسواء في الفيديو اللي كندير في يوتيوب وإلى آخره علاش لأن هذا الموضوع واخدنا بزاف هذه البلاصة في حياتنا يعني في المجتمعات ديالنا وفي قفاس ديالنا وكيدير بزاف ديال وكيدير بزاف ديال الحوائج الخيابين في الناس لي كيسا سوا الناس اللي كيهضروا ولا للناس اللي كيتهضر عليهم هل هذا الشيء من المهم أنا نهضروا إليه من المهم أنا نفصلوا ومن المهم أنا نتعمقوا فيه اليوم علاو غدي نبدال لكم بواحد واحد الجملة اللي أنا أجبتني بزاف القصف فأنت أغنت ديك تقول أنت لا تستطيع أن تمنع الناس من الكلام عليك لكنك بكل تأكيد تستطيع أن تمنع نفسك من التأثري بما يقولون لأن مفتاح عقلك بيدك لا بأيديهم يا سلام يعني أنا في هاد الجملة هادي تجمع فيها كل شيء تجمع فيها دكشي خصوية تقال الهضرة في الناس دوتو تفاصل كينا لأن ما نقدروش منعو الناس أنهم يهضروا حيث كانين بزاف ديال المسائل اللي كيدخلوا في هاد السياق هذا ولكن نقدروه أننا نتعلمو نتجاهلو ذاك الهضرة في الناس وأننا ما نعطوهمش ذاك البوور يعني ما نعطوهمش ذاك السلطة باش أنهم يدروا بنا ما بغاو أتخافيغ الهضرة ديالهم وأتخافيغ ذاك شي اللي كيقولوا دون كينين بزاف ديال الأسباب اللي كتخلي الناس أنهم اللي كتخلي الناس أنهم يتأطرو بكلام الآخرين يتأطرو بكلام الناس شنا هي ديال الأسباب؟ أول حاجة مني كنكونوا صغار يمكن الموحيط ديالنا كان كيقول كلام اللي كيجرح وفي الصغر هيا فاش نتعلمو نبغي وراسنا هيا فاش نتعلمو نقدرو ونحتر موداتنا وهذه الكلمات هادو اللي كنسمعوهم كساسوه من الواليدي ولا من الموحيط ولا من المدرسة إلى آخره كتولد لنا واحد الجروح اللي كتولي لنا حساسية منها وخاء كحنايا كبارين على ذاك شي اللي يومك يقول لك بأنه من طروري أننا ما نجرحوش لوليدات صغر أننا ما نقول لهم شكلام اللي هو خايب ولا نعيبو عليهم ولا نكريتيكيهم ولا شي حاجة ولكن نقول لهم الحواج اللي هي إيجابية الحواج اللي هي اللي غادي تزيد بهم القدر ماشي غادي تهرسهم وغادي تكسرهم الحاجة الثانية الوالدين اللي كربي ولادهم على أهمية النظرة ديال الناس ايه مون ديو هادش هادا عنا يعني وكنشوفو وكنشوفو هتاليو ما باقي هادش هادا بارضو دوك دايما خايفين مشنو غادي يقولو الناس دوك الطفل مني كيكبر كيقولي عندو واحد الهاجس انهو الناس يهضروا عليه ولا ينتقدو ولا دلي انا شايف وليده شنو قالو حشم لا مخصكش ترد لا مخصكش تقول لا مخصكش تجلس لا مخصكش هذا لا عندك الناس يقولوا لينا اه مثلا مثلا اه الديور ديالنا خصك يكون كل شي مقدو هادا عندك شي واحد يجي عندي ويعيبا لي خصني نكون كان عرف نطيب خصني نكون كان در شعول مزيان خصني نكون كان خدم مزيان الى اخرى الى اخرى وهاتش دا كامل كنديروه الا كان مدى بنا انا نديروه الراسنا ونديروه يعني عن قسينا ونكون ديروه احنا يا فرحاني براسنا لا احنا كنديروه باش نتفادوا الهضرات الناس نتفادوا شنو غادي يقولو نتفادوا وهاتش دا كيخلق مشاكي كبيرة نهاجة السبب الثالث هو الشخص لي كيكون ما عندوش ثقة في النفس بيانسور دونك اللي ما كيكونش عندو ثقة في النفس ما كيكونش عندو واحد نضراء ايجابي على على راسو ولا شكون هو دونك اذا هو مع راسو اصلا ماشي مزيان دونك وبالتالي كلام ديال الناس غادي اطرفيه بزاف لانه في حالة كي نقولو كيزيدي اكد انه راه ماشي مزيان وانه يعني فولا نقصلو داك الثقة في النفس اتستغا اتستغا ادونك اذا مهم ان الواحد يخدم على هاد الثقة في النفس ويخدم على تقدير الداس ديالو يعني لانه لما عطيناش القيمة الراسنا وانه لما شفناش راسنا بنضراء ايجابية وانه لما ما كبرناش براسنا اتستغا اما غادي الاخرين يعني غادي تطالهم الحق غادي تطالهم الحق اندي غاكتومو انهم يكريتيكي وانهم يهضرو وانهم يقولو هدرا اللي نقصة وطيحة وهذا ما كيساعدش نهائيا لان ذاك اللا كونفيونس انصوى ان ذاك التقاف النفس تتكبر واخر حاجة هو الانسان عنده واحد الحاجة او واحد الاحتياج هو الانتماء للجروب يعني يحس براسه بانه كينتامي لواحد المجموعة وصعيب الانسان انه يمشي بوحده في الطريق دياله واني كنقولو يمشي بوحده وشنو مانيسا ان انا ما كنسبعوش واحد القاطع يعني كنناخد القرارات ديالي وكنقرار انني نعيش الراسي وانني ايش كين ما بغيس بيانسور الحرية ديالي كتوقف عند الحرية الاخرين هذا مبدأ اللي ما غاديش نتناقشو فيه طبعا ولكن غادي نكون كنشوف الحياة بواحد المنظر ديالي وغادي ناخد القرار ديالي وغادي نتحمل المسؤولية دراسي وما غاديش نبقى دايما نحاول انا نتمل واحد المجموعات وهذا كنشوفو بضاف لان بزاف الناس كينتمبلوا المجموعات يعني ك музыصا مجموعات ديال يعني أبوي ولو يغليجح ولا بزاف ديالحواييش وهو وخا كيكونو ممقتنعيش بداكش الي كتخمن فيه اليمجموعه ولا داكش اليك يديرو داكت المجموعه ولكن هو خوفا من أنه يعني يترجط يعني أن ذلك المجموعة تتجغي إليه ولا تتبعد إليه خوفا منها غادي دير كل ما في جهده باش أنه يبقى في ذلك المجموعة وذلك شي إذنك ديكو هاد الكلام بالناس يقدر يأطر فيه ذلك شي إذنك غادي يبقى في ذلك المجموعة واخا هو مضرور واخا هو ما أجبوش لحالة تتغى غادي يبقى فيها باش يتسمى بأنه راكين تامي الواحد المجموعة نعم لنا يا رحب هو كان كلام الناس غير باللسان وكانوا يعنيوا منه الناس بزاف اليوم ولا باللسان ولا بالجسام ولا بالصور أي أنك فيما تحركتي كتلقى سيوفهم مجدينها لك في وجهك أي أن الإنسان ولا كيخاف من كلام الناس بالهضرة من كلام الناس بالكتبة من كلام الناس بالصورة من كلام الناس بالصوت فيما تحرك هو خيف أشمن مجتمعنا عيشين فيه فعلا هذا الموضوع هذا مهم مهم بزاف لأن اليوم كنشوفه رأسنا ما بقناش غير بيناتنا وصلنا على أوسع نطاق وعنا مواقع التواصل وكل شيء مفتوح وكل شيء عين باين اليوم ولا تلاقي الانسان يعني على حفة شفرة وقالا كنقولو هذا القديعي على حفة شفرة سفيدخ كوا؟ سفيدخ كفي تواني معدودة يقدر أنه الانسان يطلق السماء ولا يتردخل الأرض بينكم يفو وهنايا خاصنا نكونو نردين البال هاد مواقع التواصل يعني راه ما تدروش لنا غير هاك كالسلام يعني ما خصناش نستعملوهم بواحد بواحد نية ولا واحد يعني نايفتي خاصنا نكونو انتليجون نكونو كنعرفو كيفاش نتعاملو مع هاد المواقع هادو ومن يعني غاد ندرو فيهم نعرفو شنو كنبرتاجي ونعرفو شنو كنقولو ونعرفو شنو شنو كنديرو لانا يعني لزاكزمبل ما خافينش لناك يعني بزاف ديال لزاكزمبل بين عشية وضوحها والاخسلمان والسمعة بارزمبل يعني شهال ديال وليدات صغار الليو ما كتشوفهم اولا ديزا دوليسون هاو ما بيناتهم في انترنت ودك شي كيبدو اللي خريتيك كيبقاوي ولي خريتيك يعني الهدرات الناس ركز مشي يعني عندها بزاف ديال 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 دومان يعني نقدرو نبدو من من الجسم قصير طوال غلاي ضعيف ما شان يتدغى ونقدرو نمشي والحوائيج اللي هما بلو غراف وبلو شي واحد كيديل شي حاجة ولا كيخرجون لتصور دياله مثلا كنشوفو كلاحظوها بزاف للناس اللي معروفين عن نخرجول المتطور ديالهم في ديسواغي بخيفة مثلا ولا شي حاجة وهذا شي كامل يعني بهدف نويغاله يعني بهدف أننا نقادي والآخر وأننا نسببوله الضرر يعني دكشي هذا المواقع ديالتواصل خصنا العلم اليوم ولدنا من صغر كيفاش أنهم يتعاملوا معهم مثلا أنا مع ابناتي ما تخليوا شي واحد يصوركم مثلا ولا تعرفوا إذا كتبتوا ولا هذا أخذكم تعرفوا شنو كتكسبوا شنو كتقولوا دكشي علاش لأننا نوجدهم بأن من هنا القدام سيكونوا في يعني سيغان تغنتوا دكشي خدموه بعقلانية ويخدموها مع التعليجنس لأن وعاد الحاجة أخرى اللي نلاحظوها اليوم هو أن هذا مواقع التواصل تخلي الإنسان أنه كان جيدا لداخله ولكن أنه كان جيدا لداخله ويؤثر عليها ماذا يدير ماذا لديه وماذا لديه وماذا يدخل في تركيبة مركبة وصعيب للإنسان أنه يخدم بعقلانية لأن تكون من جارفتي وراء الطيار وما تخمم وليتي تخمم في حل الأغلبية الصاحقة وكتدير في حل الناس كاملين وهذا يجب الإنسان أنه ضعيف وليس من رأسه ومن ذاته لا يوجد الثقة في النفس لأنه دائما يحسن من النية ونرى مواصل لهم خائبين كثيرا على زيادة كما قلت لك أن السمعة للإنسان في مواقع التواصل ستضغير بين أشياء وضوحها تستطيع تلطخ وهنا نرى الرد للناس ترى بعض المرات تجد شخصية معروفة ويقوم تنود ويقوم ترد ويقوم تسيب وتلان وتتعطى مع عباد الله في حال الذي نقوله وكان الناس أخرين يكون أكثر مهلا يتعرفون بأن الإنسان ستسؤول على ما يقول ولكن تضرر بهدراء مسؤول على التصرفات وكيف يجاوب وكيف يتعامل مع الوضع كما قلت قبل ما ستساعد الإنسان أنه يهضر سيخط الناس الذين يختار أنهم يتعامل مواقع التواصل لك سيكون عرضة ويجب تقبل ما سيقول لك حاجة مزيانة ولكن تقبل أن يقول لك شي حاجة أخرى و بغ انكدوت بأي ظن لان بدي كدر فيديو ديال ديال كوزين يعني كدر ديال غوسات ودك شي و واحد نهار في واحد لفيديو ديال ديال ها كانت كتشوف هكا والقاس بأن شي واحد ديال لها ماشي جنب يعني ما اشبته لفيديو وأنا كأم يعني أنا بيسور كان تقبل بزاف للأطفال ديال ويعني والعواطف ديال والحتياجات ديال ديال عنده الحق أنه ما تعجبوش يعني ماشي كل شي هاد شي يك نديرو ماشي غي يعجب الناس كاملين دون كيف يعني كيف ان الانسان خصو يتعامل مع هاد الهضرات ديال الناس واللي يتعامل مع التصرفات ديال الناس راح ما كان نعجبوش كل شي ماشي كل شي غي يقول فكم نعود بعد الفاصل هو أصلا للريحب علش نحن نجد الباب ديال حياتنا مشرع اللي جا يدخلو من هب ودب ويفعل فينا مبغى علش نجد هاد الباب ديال حياتنا مشرعين وكي يجيو ناس ويحولو لنا يدخلو ويحولو لنا حياتنا إلى جاحين علش علش ما كنسدوش بيوتنا وما كنسدوش سرجمنا والباب المسدود والسرجم المسدود ما دخلوه هو علش كنخلي والباب ديال حياتنا مشرع ومن هب ودب يدخل اكزاكتوم وانا كنقول دايما الواحد اللي ما كيدرش واحد المجموعة ديال المسائرة كييولي فحال دخلوها بصباط يعني اللي جاي يدخلوا اللي جاي يدرب بيكم ما بغى اللي جاي يعني يقدر يلعب لكم على الدماغ ديالكم كيما بغى كينين واحد تلسات الحوائج أساسية وضرورية وخاص الناس يخدموا لها يعني بجدية أول حاجة أول حاجة كل واحد في نخص ديالها هو أنه يحدد الحدود دياله خاص الحدود ديالنا يكونوا في الدماغ شنو صافي شنو شنو لليميت شنو لليميت ديالي لأن إلا أنا ما كنوش عارفة شنو لليميت ديالي إلا ما كنش عارفة فين تال فين قدر نوصل خاطر نقدر الفرصة للآخرين أن يدخلوا لنا ويدروا ما بغى ويلعبو لنا في الدماغ ديالنا ويقولوا لنا شي هدرا اللي هات الصادقة كتجي عند صادقتها وكتبقى تقول لها أنت ما كتعرف لش الديري وانت ما كترب لش ولادك مزيان وانت شنو هاد العلاقة اللي عندك مع رجلك وانت ياسي وانت ياسا تا 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 هدون هنا مثلا أنا بالنسبة لي كينين هنا حدود يعني شنو اللي كيعطيك أنت أو لنت الحق باش أنك تدخلي في حياتي الشخصية وتقول لي شنو خصني وشنو ما خصني ندير وبالأحراف في الحوائج اللي هما أنتم حوائج لحياة حميم يعني للأسرة ديالي ولا العلاقة الزوجية ولا ولا إذا كان هذا محدد سنجعل الإنسان أنه يدخل وأنه يدير مبغا وبين سور سترا البسيكولوجيا يعني النفسية للعلم النفس وإذا رأت شي حاجة اللي هي كمبليكة مشي سهلة يعني يقدر أن الواحد يكون مثلا وخي يكون عنده التقاف النفس لهذا إلا كان في واحد الموم كان ضعيف مثلا يعني كان كيدوز بشي أزمة ولا كيدوز بشي ضروف لهذا يقدر كان بزر الناس يدير بينك يسميهم المانيبولاتور يدخل عندك وغادي يدير بك ما بغا يعني يقول لك شي هدر اللي سيطر فيك وغادي يخرب لك الدماغ ديالك وغادي يقول لك أنت ما كتعرف شو ما كتدير شو ما هدا وانت يغادي تتاق ولا أنت غادي تتاق وغا تقول اه بالصح هناللي مشكل فيها وغمق له مراسي وغمق يعني ما متبكنش من شخصية ديال ولا في مر في ضروف ولا شي حاجة في حالك ما نحلوش لبا ما نهضروش مع عباد الله بزاف أنا اللي كنقول لكم جسوي كوتش ويعني ووعي بهذا شي هذا كامل النهار اللي كنكون في واحد النفسية اللي ماشي مزيان أو داك شي شنو كندير كنسد باب وانتلاقب ناس وهذا لأن ما كتعرفش راسك في من غادي الطاح ما كتعرفش راسك شكون غاي هضر معاك إلا عندك شي واحد دا كنفيانس يعني اللي كتعرف واحد الانسان اللي غادي كيشوف فيك بين الرحمة وكيرفق بك وكيسمع لك وكيتفهم ماذا بك ولكن عامت الناس أنا كنتم بزاف ديال المانيبولات تغدير بنا ويقدرو يدرو بنا بزاف ديال الحوائج دون خسنا نردو البل هاد المسألة هادي ونحددو الحدود ديالنا كين شي مسائل يعني ما كين شي واحد انه يدخل فيها او لأنه يطير راس الحق انه يهضر فيها ولا يكريتيك ها ولا شي حاجة بيسو هن احنا اللي كان نحددو هاد الحدود إلا ما حددتم بيسو غاد نخلي الاخرين انهم يهضروا لأن براس غاد ندير بزاف الحوائج اللي غاد نعطيهم المفتاح في حالي كتجيو كتجيو وكتجيو السارود كتقول لهم هاك فلان دير بي مبغيتي وكريتكيني وهضر علي ووجبد الحياة الشخصية الى آخر ثاني حاجة اللي قصنا نفهمها هي ماهما الاحتياجات دينا لأن مثلا من بين الاحتياجات الاحترام أنا مثلا شو واحد جاء قلل لي الاحتياج يعني غاد نحس بأن الاحتياج ديالي نباس تسفي يعني شو واحد جاء وقلل الاحتياج أنا محتاج هذا الاحتياج هذا لذا لما كنت عارفة ماهما الاحتياجات ديالي الشخص غاد يجي غاي يقلل الاحتياجات ديالي ما وعيش شنو كيدور للداخل ديالي يمكن غنحس براس ماشي مزيان ودك شي ولكن ما غاد شي يكون واحد الوعي اللي هو غاي من كاين بشنو واقع شنو كي وقع هادا كسيد ولا كسيدة قلل الاحتياج هادا نرض الاعتبار الراسي وطوق الاحترام الراسي إذا ما كناش فاهم الاحتياجات ديالنا كل ما كنا فاهم الاحتياجات ديالنا كل ما غادي نحطرموهم ومه غادي ش نخلي الاخرين يتعدوا مياه يعني كول ما غادي نحترموهم ومه غادي نخلي الاخرين ان هم يجي وي دارو خربشة في الاحتياجاتنا. لماذا؟ لأننا عارفينهم ومحتاجينهم. الحاجة الثالثة التي هي مهمة وهي أننا نكونوا حقيقين. شي حاجة ضراتك. شي حاجة تعدى الحدوث دياله. شي حاجة تقدر فيك شي حدرها. نستطيع أن نتجه ندفلوب هذه القدرات لأننا ننواجه ونقولوا ذلك شي اللي عندنا. لأن ذلك شي كل ما يبقى الداخل ديالنا. كل ما غير فينا كل ما غير مرضنا. وهذا شي ما خصناش. ونحن نقولوا أننا نعبروا على رأسنا. نعبروا على الألفوس ديالنا. العواطف ديالنا لبزاة الحوايج. غير شنو المشكل اللي يوقع عادة هو طريقة ديال التابير. ينسوا هنا يمني كنقول أننا ننواجه الشخص وأننا نعبروا على ذلك شي اللي يأتي الداخل ديالنا. يعني سنعبروا بأدب ونعبروا على ذلك شي اللي احنا كنحسوا به. يعني أنا شنو كنحس لداخل. فلان أنا أحسس براسي بأنني ما محتار. ما تحتار مش. أو فلان أنا أحسس براسي بأن الحدود ديالي تتجاوزوا. وما حسيتش براسي مزيان. أحسس براسي مزيان. أحسس براسي مزيان. أحسس براسي مزيان. أحسس براسي مزيان. كيف نقول الى سمعت شي هدرة من شي حد ما بيني وبيني شي بعيدة لي ما عندش مع الشي علاقة لي هي واطيدة ولا شي أميتية ولا شي حاجة هذا كنقوله خليه يهدر أصلا ما كانتساعديني لا من قريب ولا من بعيد لأن هذا كفمه وبغاي يهدر وبغاي يحيدة لي السيئة ويجب أن يدرهم عنده السيبيا سيطنيو كمسا إذا كان شي واحد قريب مني او هذا انا ذاك ساعة كنمشي عندلا بيخصون كيقول لفلانة فلانة سمعت شي حاجة تقالس هذا شنو الموضوع دونك مني كتقول شنو الموضوع يعني كتفتح واحد الباب ديال النقاش وش حال مرة ويسوالا بيخصون كي تقول إياه اسمحي لي ولا داف ولا وقعات ولا لا أنا ما قلش وكي يشرحوا يعني اللي كونديسون وش نوقع وصافي يعني الحياة السامر وكنزيدو القدام دونك هادو الحويج تلاسل الحويج اللي خصنا نركزو اليهم وصورتو هاد القضية ديال الحقيقية اللي ان احنا يا كيما قوتكم من الصغر فيعلمونا ان ضراد الآخرين اللي هي شي حاجة مهمة بزاف عندك الاخرين يشوفو فينش ينضرع عندك يهدروا عندك يهدروا عندك يقولوا عندك زي ما احنا يا قنة بخفة وزي ما احنا يا ما كان ديرو والو وزي ما احنا يا اللي بغا يهدر احنا يا غادي نغلطوا كل شي كيغلط ما كيش واحد فوق هاد الارض لي ما كيغلطش وهادك اللي كيهدروا اللي كيحلفهم وليكات حلفهم مع نركبه يكا تحضر في عباد الله هادك براس هم هادوك براس هم عندهم بزاف ديال المشاكل وكيدروا بزاف ديالكنغي دونك ما خصناش نعني يعني فولا اللي بغا يهدر خليه يهدر غادي نشوفو من بعد شناهم ما العواقب وليش كييدروا داك شي دونك هادك فهمهم ديتوت فاسون الآن عادي نوصل لنويك للارحاب يعني المخاطر والأضرار اللي يمكن يسبوها لنا هاد الناس اللي كيشكنوا حياتنا بدون رغبة منا كيدخلوا لنا في حياتنا بدون رغبة منا أو نحن اللي كنسمحوا لي هم يدخلوا وفي الآخر كامدون نشكيوا إلى أي حد ممكن يوصل الضرر يعني الأقصى حد شنو اللي ممكن يفعلوه فينا هاد الناس مثلا اللي احنا كنستسلموا لهم وكنخليهم يديروا فينا مبعو طبعا هاد الهضرار في الناس را كتسبب أضرار اللي هي كبيرة كبيرة عند الناس وليلها الله زي ما أنا كنقول دايما يعني دايما كنطرح السؤال على راسي هاد الناس اللي كيهضروه في الآخرين يعني واللي كيقدفوهم واللي كيقولوا عليهم كلام خايب ويمكن دفوا صحاحوا بزاف ديال المرة ماشي صحاحة إلى آخره كيفاش كيديروا باش كي ناسوا أنا دا والسؤال اللي كنطرحوا على راسي وداي الخلق اللي بغاموا بالبالة في راسي كنقول كيفاش الناس دو كي ناسوا ولا كونسونس ديالهم تخانك يعني هما والضمر ديالهم مرتاح وما كينوالوا انت يا قيلتي نهار كامو انت يا كتجبت في عباد الله في الحماي عباد الله وتهضر فيهم وتقول عليهم الكلام الخايب والقبيح ودك شي وتمشي وترتاح وتشخور وحال فمكزة ما كم سي دو غيان ايتي باز أنا بنا بالنسبة لي باز لي لها الله عليش لأن كي ما قلتكم هاد الهضراف الناس كتلحق عضرار خطيرة كيني الناس اللي هما صولد يعني متمكنين من راسهم وذلك شي وبعد المرات كتوصل لهم هادرار اللي هي قبيحة ولا كي سمعوشي حواش خايبين وكي يتجاوزوا الأمر وكي يمكن غادي ضرهم شوية وغادي دوزوا لأود خوشوز ولكن كيني بزاف الناس وحدين اخرين اللي ما عندهم شاد القوة هادي باش انهم يتحملوا الهضراف ويتحملوا ان الانسان يسوء السمع ديالهم واللي يقول فيهم هادرار خايبة وليش بدلهم مشاكل مع عائلتهم الى آخرين الى آخرين دونك شنو هما هاد الأضرار هادي دونك الدرار كي الحق على جوج ديال المستويس باوي المستوي اللول الدرار كي الحق للشخص اللي كيهدر ديجا هو اللولاني هادك اللي كيهدر في عباد الله راه هو شخص اللي هو كيعاني لأن من رابع المستحيل سان الشي واحد متصالح مع داتو صافي لداخل دياله لقي يعني ديها في حياة وديها في المشاغل دياله ويتستغى غادي دوز الوقت دياله في الهضراء للناس امكوسيب ما يمكنش هاد القضيه هادي دونك هادك الانسان اللي كيهدر راه كيضيق الوقت دياله في الخوة الخاوي هادك الانسان كيباعدة لا أساسيات الحياة سلا لسانسيال دولافي كيباعدة لهم ما كيبقاش يعني كيواللي هاد غا عبادة الله لان بنادم اللي كيهدر راه ما غايتش يهدر لك واحد المرة ولا جوج ولا نو نو هادك يكون مرض يعني انسان خاصو باش ييش باش يدوز الوقت خاصو يدوز الوقت دياله كيهدر في عبادة الله لان ذاك شي كيبرد عليه واحد شوية غاية كمينوت كيبرد عليه وان بلوس دوسا جوج الناس كتلقاهم كيتدكروا كيهدا هاوما كي متفاهمين يعني وكيحسبوا رأسهم بانهم راه ما عندهم الحقيقة المطلقة وهم كيديروا حسن من الآخرين دونك ديكو كتكون واحد لك كمبلسيتة بيناتهم يعني كيكونوا متوافقين ومتفاهمين متوافقين متوافقين على السوء واني داكور دونك هاد الشخص هذا كيكون مبعدة لأساسيات الحياة كيكون ما عندوش أخلاق سمحوا لي من الواحد اللي كيهدر في عباد الله ما عندوش أخلاق ما عندوش قيم لأن الواحد اللي عندو أخلاق ولي عندو قيم كيقول ليلة هالله اللي خرجنا مضار لعب بلاعب كل واحد والحياة ديالله كل واحد حر في الحياة ديالله علشان غاديمشي يمقى نهال نجبت في عباد الله ونهبط لهم في اللحم ديالله وشتيفلان وشتيفلان ونسي إليهم ونتاقد وهذا هاد الشخص غادي يفيدك ما غايفيدك في التشهاجة هاد الشخص وهذا الذي يفيد الإسلام والقم اعطينا ل ACC لإنهبه لم تأتي وكيف وهذا أنت تواسخ اله والرخ عندما تبحث المول Josh الأسع عندما تأن أحضر الأسع و لأن يتابع هذا الشيء يقول له روح مصخاة وهذا الشيء يتعدي على الروح الذي يدرها لنا الله ويجب أن الإنسان لا يعيش فيه سلام هذا الشيء يجب كل البعد على الفضيلة وعلى الصفات الزوينة التي تحلى بها لكن كل إنسان دائما يقولون أن نتحلى بالصبر، نتحلى بالشهامة، نتحلى بالحب، نتحلى بالرحمة نتحلى لو قابك شي اللي هو زوين يعني، علش ما كن نعمروش قلبنا بهذه المسائيل اللي هما زوينين وكما شون ترعناه الشيء يعني خيبين الشيء يعني، كحاليين الشيء يعني لا يجعلناها أننا نعيشه في سعادة وعلى دون كما أقول لكم هاد الشخص هذا أصلا هو اللوُولاني كيآني هو اللوُولاني ماشي مزيدان لأنه دايما هو عباد الله دايما يقارن راسه بعباد الله دائماً ما عمر قلبه بالحواج الخيبة هالحقد هالحزده هادا 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 كامل كيخليه بأنه ما عايش كيمة خاصه يعيش يعني في سلام في هدوء في طمأنينة اديها في راسه اديها في حياته اديها في ولاده في رجله في مراته اتستغا 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 دونك هادا اول درق يلحق بالشخص اللولاني اللي كيهدار في حال هادا اللي يشد الجمراء في الدوبة غير ميها الى واحدة اخر هادا كتتحرقه هو اللولاني دونك نفكره مزيان في هذه القضية هذه ديال البنادم اللي كيبقى يهدار في الناس بزاف ويبقى يهبط فيهم ويبقى يقول لهم الحواج خايبين وهذا اول حاجة راها تشي واحد ما كامل الكامل ليلا تشي واحد ما كامل فوق الارض كامل المخير فينا كي يدير اخطأ المخير فينا كي يدير فضايح قبد راسه دونك تشي واحد شنو اللي كي اعطي الحق لواحد انه يتعالى الاخرين واللي يكريتكيهم يقولوا شوف هادا كي يدير وهذا وثانيا نقولوا انا هاي يقول لكم قائلاتي يقولوا الله يخرجنا نظار لعب لاعب لان ذاك بندم اللي كي يهدار بلا قياس اللي كي حلف موف بلا قياس فعباد الله كيدور زمان وكيدور زمان وكيدور في نفس المواقف ونقدر نعطيكم يعني عدة امثلة وانكم تنتوا ما عارفينها لان شفتوها ضايرين بكم ولا هادا يعني شفتو الناس اللي ضايرين بكم ولا سمعتو ولا عندكم دراية بها و المسألة التانية يعني المستوى التاني هو الشخص اللي كيت تهضر فيه لانوك اللي كي هضرو فيه بانسوك يلحق به ضرر اكيد قالوا شنو في حالي قوتكم ماشي كلشي انه صولد ماشي كلشي انه ماتين وانه يقدر يعني يتخطى الصعوبات ويوقف صامدة ولا صامدة قدم هذك الهدراء وقدم لانك يتقدر يجبدو مشاكل كبيرة يعني مابقو ما تفقاش غيف هدراء وصافي راكي يجبدو مشاكل كبيرة وكانوصلوا لشي مواصل اللي هما قايبين فحالاش مثلا ما كتخليش الشخص انه يعيش حياته كما بغا يعني كنتمعها مراهن وتكرار انا بغي نعيش حياتي هكا ولكن ما نقدرش حيت الجيران حيت العائلة حيت الاصوسيات اللي كنعيشو فيها ادونك الواحد الداخل دياله في شكل يعني كيفكه في شكل وبغي يعيش في شكل ولكن هو في الخارج دياله كيتصرف تصرف تصرفات اللي هما ما نتماشينش مع الداخل دياله وهاتش هذا في حد داته مشكل كبير لانه ما كنعيشوش في توافق وفي انتجام مع راسنا الحاجة الثانية شنا هي ان انا كنحسوه بالدمب يعني الى كانش واحد كي يجي كل مرة يهضر مثلا واحد المرة كنت كان اهضر مع واحد سيدة مطلقة ايه السيدة مسكينة ما كدرتي شي حاجة يعني عادية مطلقة بحالي كيتتلقوا بزاف ديالناس ولكن ولا تكتحس بالدمب الى خرجات ولا الى البسات ولا الى تهلص فرصها ولا الى مشات دوزات ايشية مع اصحابات اولاده ولا تكتحس بالدمبالش لانه لاسو سيدة او الناس اللي اقربين منا كيوصلوا لها للفكرة ديال انك انت انت انطلقة انت ناقصة سوف تكتحس بالدمبال سوف تكتحس بالدمبال سوف تكتحس بالدمبال الى اخرين يهضرون فيه هذا الهضراف الناس قدر تؤدي الانتحار يعني احداك شيش قلتكم كيفاش ان الانسان يقدر المشي ناس تؤدي واحد اخر كتهدر فيه كتقول فيه شي حواج ليهو مقايبين الى بيخصون انت تقدر انها توصل بها يعني الى التل انها تحد دحيتها علش لانها الى سوف خونس كتكون كبيرة بزاف وما كتقدرش تحملها وليلها الله يعني كل واحد والطاقة دياله كل واحد وش نعطاه الله هذا الهضراف الناس قدر تشتت عائلات عابد الله عتيش ناية شتت عائلة عتيش ناية تفرق والدين الى ولادهم ولا تفرق رجل ومرأة ولا تفرق المنكر انا بالنسبة لي هاد المسائل هادو هما المنكر احنا يكن هدروا الى القيم ديالنا في الدين تستغى 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 رهتش هذا مخصوش نهائيا يدار وحتوي لاش تعيب عيني كل هذا هادك الناس يبقى يقول لك الناية عن المنكر والامر بالمعروف تستغى هما ينهي وقدروا الفضايح وقدروا في عباد الله هما ما كيشوفوش رسوم كيدروا اكتروا وقدروا حويج لي هما قباحين بزاف هاد الهضراف الناس كتقدر تسأدي الاكتئاب كتقدر تسأدي العدة امراض كنعرف ناسا اللي مرادة مساكل بالدبخيسيون اكوز يعني السبب اللي والرئيسي هو هادك الهضراف الناس و هادك الانتقادات و هادك كي هبط فيه و كي هرسوا و كي ينتاقدوا و يعني والشخص ما كيقدرش يتحمل ذلك شي كامل اوب كيدخل في اكتئاب و سير فكا عاديش ناوي اكتئاب عاديش محد يكون يعيش في اكتئاب اكوز ديال الهضراف ديال عباد الله يعني شوفوا فين كان قدروا نوصلوا هاد الهضراف الناس تقدر تخلي الشخص انه يشتاعس يعني ما توقعش قاعدك الفرحة في قلبه و اللي في حياته يولي دايما يعني حازين دائما دائما تاعس دائما يعني الحوايج ما كي يحش برسه مزيان يعني شوفوا شحال الحوايج كدير هاد الهضراف الناس يعني أنا غير وحدة من هاد الحوايج هادو كاملين ارات الواحد يفكر فيها الف مرة قبل ما يهضر في واحد اخر الف مرة سينه اكثر لانه ما يمكنش وهذه رأي نحن يفاين الصورة ديالنا واضحة ولا يختب بعضكم بعضا ايو حبوا احدكم ان يأكل لحم اخي رأي مني كان هادروه على عباد الله رأي ناكلوا اللحم ديالهم رأي نفرسكوهم رأي نهبطوا لهم الجلدة ديالهم و الدم ديالهم رأي شي حاجة اللي هي قبيحة قبيحة الواحد الدرجة اللي هي لا تتصور اكل اللحم اخي رأي شي حاجة اللي الواحد يفكر فيها مليون مرة قبل ما يدرها دونك ردوا البال هادو المسائل لان هادو الهضراف الناس كتجيب الاضرار كس اسوال هادك اللي كيهدر هادك اللي كي تصدر فيه هدي ناخده استراحة نعود بعد الفاصل وش سما في نظرك نقدرون تجهلوا هاد هاد الناس هادو نقدرون تجهلهم حيس بعد مرة نسك نسمع نسك وقول لا والله ما نقدرش لا 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 انا ما نقدرش نتجهلهم ما نقدرش نخرج العلان ونبان غادي يقولوا فيها غايدروا فيها غادي يفعلوا فيها غادي ما كي يخليوا فيها ما يقولوا بل ولا الانسان حتى لا مشا غير المعروض ولا مشا اللي جاب الله بعد هاد كورونا شداتنا كل واحد خلاصه وخراسه اه ولا الانسان عيش مضطرب في الحياة ديله ومع هاد هاريك مع ذلك وش هو استسلامة استداه ولا اه ما نعرفش ما نسميه خنوع شنو اللي كي يخلينا نكونوا تحترحمة هاد الناس حالو واش نقدرون نجاهلو هاد الهدرة ديال الناس غادي نقول لكم على حسب من شمن منظور كنشوف هادك الهدرة بانسور غايني مني كنسمع انا الهدرة فيها راكيني بزاف ديال البوستيوخ كيفاش كنفكر كيفاش دايرا كيفاش كنشوف الامر كيفاش كنشوف الامر كيفاش كنشوفه الاخيره كيفاش كنشوف الامر كيفاش كنشوف الامر كيفاش كنشوف الامر اول طريقة هي انني غادي نحسب راسي ضحية هي كيفاش دايره هي كيفاش فيكتم بسيف شنو يعني هده بسيف يعني دك ش حالة الهدرة ديال الناس شنو غادي ندير غادي نقول اه عندهم الحق اه انا اللي فعله انا اللي ديره انا اللي تركه دونو ناخد دك شليك يقولو كحقيقة مطلقة دونوو وكا نقول انا دير هكك دونو انا غادي نبدأ شنو غادي ندير غامدن عاني بينسور وغامدن اللي مراسي علش أنا دير هكك وعندهم الحق ويهضروا ذاك شيء. هذي كتسمة ضحية اللي هي سلبية. كين الانجل دوفيوت الثاني يعني الطريقة باش غاد نتلقى ذاك الامر. يعني غاد نكون ضحية عنيفة. ضحية عنيفة. شنو ما يعنيتها غاد نحس براسي ماشي مزيان. يعني وغاد نقول لي غاد نلوم الآخر وغاد نتعصب عليه وغاد نحط اللومة كاملة عليه ويمكن غاد نمشي عندو غاد ندبز معاه ونقول له انت فاعل. يعني شي واحد انا اللي قال لي يا انت يا كي اشبك راسك ولا حاسبه فراسك ولا شنو كي سحبك راسك هذا. غاد نمشي عند الاخر غاد نقول له انت اللي حاسبه راسك وانت اللي داير وانت اللي فاعله كذا. دونك هذي كتكون ضحية اللي هي عنيفة. هي فيكتم. لانك تلقى ذاك الخبر وكتعطي يعني وكتكون لغاكسون ديالها ذاك الهضراء هذيك. وان بلوس كتكون بيعنف يعني كتمشي كترد بيعنف. الحاجة الاخرى هي انه غاد نوعب بدك شي اللي كيدور الداخل ديالي. احنا قولنا ندخلو في واحد حاجة اللي هي ايجابية. غاد نوعب بدك شي للداخل ديالي وشنو هما العواطف والاحتياجات ديالي اللي كنحس بها مني كنسمعت شي. دونك يعني فالا سمعت واحد الهضراء. شنو الداخل ديالي? اه كنحس براسي ماشي مزيانا. كنحس براسي اه ما تحتار مش. كنحس براسي اه ديسو مثلا فالا ما عاجب ليش حالو لهذا. دونك ها انا كننوعب دك شي اللي الداخل ديالي وكنحس بيه وكنسمع له. بسكو ستخز امبورتان انه نسمعو شنو كي دور لداخل ديالنا. هالشي ده غاد هي منعنا انه ننوليو ضاحية. يعني كو سوا ضاحية سنوعب دك شي اللي الداخل ديالي ونقدر ان يعني نمشي نشوف الاخر ونعبر على دك شي اللي كي يجو لداخل ديالي بكل احترام وآدب. يعني كما قلتكم قبليتي نقدرو انه ننعبرو على بزرد الحوائيش ولكن في واحد ايطار اللي هو باين واضح كادغي. ما غاديش نمشي نقول له نتلي فاعل ولا نتلي داير ولا نتلي تارك. لا غادي غادي نمشي غادي ننهضر على لفي. يعني شنوقع مثلا قلت اذك نهضره ولا هادا. اولا سمعت هاد الهضره ولا اشي حاجة في حالك. انا حسيت براسي هكيف اش حسيت براسي يعني ماشي مزيان وتخيست ولا تصبت ولا هادا. يعني غادي نستفسر الامر مع ذك مع ذك الشخص. هذه النقطة الثالثة. والنقطة الاخيرة اللي كنوصل الواحد لدق غي اعوثاني اكتر. يعني هنا كنقدر نفهم الاحتياجات والعواطف ديال الاخر. يعني مدام انه مشاك يهضر ولا مشاك يقول ولا مشاك يكريتيكي ولا هدا. الا عنده واحد احباطات اللي ما قادرش انه يجغيها. اللي ما قادرش انه يتحكم في راسه داك شي. هو داك شي هو اللي خلاه انه يمشي يهضر هدرا خايبة ولا. وهذا شي يقدر يوقع يعني احنا كمين بينا فوق الارض يقدر تقدر تسمع هدرا وذك شي. اه مثلا لو وصلتني شي حاجة لشي واحد قال لي ايا ولا هادا. كنقول له انا زي ما سمعت الهدرا ووصلت. سي اوكي يعني انا كنقدر نفهم الاحباطات ديالك ولا انك ما تلقتيش داك شي اللي بغيتي ولا هادا. اذا هادا كنوصلو الواحد اللي طب اللي هي يعني نغمال مولي خصا تكون. انا بالنسبة لي اجودو داك شي اللي كنشوف. كنشوف واحد انسان اللي انا قلت لكم الانسان اللي كهضر وهذا عندك شي مشكل مع شي واحد ما عاجبكش دار فيك شي حاجة دار شي حاجة انت ايام ما ادخلات لكش الراس ديالك. خد راسك وش سير وكلس مع الانسان وهدر معا فاسا فاس. نيشان فلان انا كنعقب عليك على هادا الحاجة ولا انا كنقول لك. ماشيت مشي تهدر في دهروت مشيت كاسي لزوف حالي كنقول وفرنساوية او لان مشي ندوز به الوقت ونشرب عليه قهوة وهذا ونهبط في اللحم ديالو داك شي. او اذا ما نو ما اغسرش دراكا. دونك هادا الناس هادو ميك نوصلو لهاد المستوى هادا ديال انا نشوفوه من هادا المنظور انا انا كنقول اي لا شي واحد بغا يهدر فيا هاداك شغلو. يعني كل واحد وفمو. اه بغا يجي يقول لي ان يهدر معايا نيشان اه معايا نيشان تبارك الله غادي نتاكره وغادي نستفسره على الامر وغادي نحطوه داك شي. بغا يمشي يهدر هاداك شغلو وهنا انا كنقول مع راسي الانسان ما متصالحش ماداتو الانسان ماشي مزيان هو براسو كياني. الانسان عنده مجموعة الاحباطة واندون كيمشي كيفرغ داكشي في بلاسة وحدة اخرى مع ناس خريل ومعا اللي يسون مم با كونسرنين اللي ماشي هاداكوا هاداك ماشيين الموضوع ديالهم ولا ما كيخصونش الى آخره. دونك هادو 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 همار بعا ديال يعني انا كيف حطوه راسنا منك اسوصلنا part of the earth دونك رفا دوا خีس Kakà Premier كان حسبو راسنا العربة سلبية واللعربة عنيفة نقدرو نخدمو انا بشرنا ان من هاد من هذا الجوج ديال ابوستور من ونخدموه dare نوعاو بالحتياجات ديننا والعواطف ديالنا ونوعاو بالحتياجات يهل الالاخير ال عليه كي آدي يقول الكلام اللي هو هاداكوا هاداك الي ً نأخذوا استراحة نعود بعد الفاصل. نعم للا رحب اه وش يقدروا نتخلصوا من هاد المرض اللي هو كلم الناس عندك الناس لغي يقولوا في الناس لما نقدرش للناس يديروا لما نقدرش ندير ذاك الحجة لناس يعيبوا عليا لما نقدرش نلبس ذاك اللبس للناس هادي يعيبوا عليا نقدرون نتخلصوا من هاد المرض يمكن نسميه مرض وكيفاش هاد يمكن لنا نتخلصوا اشنا مما الطرق والوسائل اللي ممكن ان كل واحد فينا يتبعه باش يتخلص ويكون ما كهموش اش كيتقال فيه ولاش كيتكسب عليه ولاش كيتنشر عليه ما هواش هنا ما كهموش كتدخل من هاد ودن كما كنقولوه كتخرج من الودن لأخرى هل هاد ممكن واستاذة الطرق باش نتخلصوا من هادرات ديالناس يمكن نوصلوا يعني بزاف الناس كيقول يلا سادي في السيل وما نقدرش ونا عايشين في الاسوسياتي والهادرات الناس راكات اادي وكات قدعي لنا وما تخلل ناش نزيدوا القدام ولكن هنياه حيث تعرفوا لي هالباف حال يقول سيدية قبالاتين حيث كنخليوه جستمن من هبب وادب انه يجيه ويهضر فينا ويجب بنا مبغا ويقول الينا مبغا وحنا يقولك شيلي كيتزقال. شنو خسنا نديروا? لا بخوم يغدشوز لا بخوم يغدشوز كيف يكون حنايا؟ أنا كنعرف راسي و جودية كنقولها لكم كنعرف راسي كنعرف راسي كنعرف ماذا هما المزايا ديالي كنعرف العيوب ديالي كنعرف نقاط الضعف ديالي كنعرف 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 ماذا هم الميزان كنعرف اللي انتقاد للإنسان و يحطمك و ماهو الانتقاد للإنسان لكي تزيد عنك القدام و تجد تعلم هذه الانتقاد لأنك خائبة و الخاوية والميزان لا يرى ماذا يقوم بها و ماذا يقوم بها و ما تقول هذا شيء كامل يجب أن يحرق لأخرى لأن الإنسان يعرف أنه ما كان له يدخل الواقف والأسس وأنه كم السوكل وأنه يحيط إليه لا تجعل أن الآخر يتحكم فيه وأنه يدخل إدلل بالبلاف فيه قد تلقى عنده الحقاوي قد أدخل إلى هذا لأدخل وقالت إلى هذا لأدخل لماذا؟ لأن الناس سيحدثون. تظلتون ونزلتونها زوينة وخائبة. كما تظلتون سيحدثون. لذلك كنتفادة هذا الكلام. فقط نعرف رأسنا ضروري. نعرف رأسنا ما يكون هنا. نكونوا واعين بالداتنا. نكونوا واعين بالحتياجات. نكونوا واعين بالليميت بحدود. هذا الكلام كل ما عرفنا. سوف نكونوا واعين بالداتنا. يمكنك أن يكونوا واعين بالداتنا. تستطيع أن تكونوا واعين بالداتنا. لماذا؟ لأننا نعرف رأسنا. الثانية هي أننا نطور الثقة في نفسنا. وتقدير الدات. هذا هو حوائي جراءهما مهم من الكثير. أننا نطور الثقة وتقدير الدات. تقدير الدات ما هو؟ كيف نرى رأسنا؟ إذا كنت أرى رأسي جيدة. وكنت أرى رأسي جيدة. وكنت أرى رأسي خائبة. وهذا وهذا. يجب أن يكونوا واحد يقولوني. خائبة سوف يكمل عليها. ولكن كل ما قدرت داتي. كل ما كان لدي أحد تقدير الدات. وكنت أرى رأسي بطريقة إيجابية. أنا جسوي جسوي. كبغاني الله. لذلك لا سأتقلني. أصلاً لا أرى رأسي. وإن أمر أحد يكونوا واحد آخر. يكونوا واحد أخر يأتقلني. ويقولونه أن أصدر الله خوية. لا سأتقلني. وأن التقاف النفس بأن تقدير. صحيح لها بخاتك. لذلك اليوم لا أستطيع بسيطة. يأتي هناك. يقولوني أنا أن أخاف. أخاف أن أرى رأسي. هل تقليل إسيتي؟ هل تعلمتني؟ هل تقليل إسيتي؟ لا إذا كنت أريد أن تتقف النفس لتصوغي أنت لم تتعلم لن أفعله لأنك لديك الزعمة لتعلم أنا أقول لك أن نتلح ومن بعد أن نتعلم النوم لأنه لا يمكن أن نعرف كل شيء وكي نعرفه لن نمارسه لن نبخاتك هذا الذي يجعله تقف النفس لأنها تكبر وأنها تزاد وكي لا يبقى تؤثر فينا الثالثة نفهمه بأننا نحن فريد من نوعنا نحن كم نتشابه ولكن كل واحد فينا لديه خصائص وحوائج خاصة به ومن يقولون مختلفين على بضياتنا كلنا مختلفين ماذا يقول أنك لديك الحق عني وماذا يقول أنك لديك الحق عني وماذا يقول أنك تفهم عني وماذا يقول أنك تفهم عني هذا الشيء يجب أن نعيده في النظر لأن هؤلاء الناس الذين يهضروا على الآخرين يمشون من هذا المنطلق وماذا يقول أنه يديره وماذا يهضر وماذا يقولون حسن منه ماذا يديره من هذا الشيء يحصل على الآخر يقول أنه يقولون أنه يقولون وأنه يقولون أنه يكون يحسن وكيف يقولون أنه يقولون حسن وكيف يقولون حسن الى آخر لأننا نحصل في بضياتنا. ومشي بالضرورة أننا نخمو بحل بضياتنا ونديرو بحل بضياتنا. والمأهم من هذا الشيء كامل أننا نقبل بضياتنا كما نحن. لذلك لا أعلم أن نقوم بشكل أخير، ومن ثم يتكلم أنه يكون قاري، لا أعلم أنه يكون هناك تواضع، وقال لك لا تتعلم أنه يكون هناك تواضع. وقال لك ما تصوّض علي لها رفعها. الحاجة الأخرى المهمة هي أننا نحدد الأولويات دينا في الحياة. حيث كل ما حددنا الأولويات دينا في الحياة، قاعدك الشيء الفترية دينا هذا ما كان ما كان اهتموش بي لأنه ما كيهمناش ما غايزي دينا تشي حاجة ما غايزي دينا تشي إضافة. يعني تشي قيمة موضافة في حياتنا. دونك ما كان ردولوش البال. شيء واحد جاء عندي يقول لي يا ريحة فلان قال لي كل هذا؟ اوكي خليه يقول هذا الشغلو. إلا هذا الشيء ينفس على الخاطر دينا وكيخليها أنه يدوز وقيد زوين على حسابه وعلى ظهري. ليس مشكلة خليه. لماذا؟ لأنني أنا موكوبة دينا. أنا هي تراني دايرها وكان زيد القدام وكان بدي المستقبل دينا وكان بدي المستقبل دينا وكان دير البخوش دينا. دونك شيء الأخر كامل ما كيهمناش. وهذا الشيء خاصه يدار بتحديد الأولويات. إلا ما كيهمنالها. إلا ما كتعرفش ما هي الأولويات في الحياة أو ما كتعرفش ما هي الأولويات التي تدار في الحياة. اللي جا غا يجبدك. اللي جا غادي جبدك. اللي جا غادي جبدك. لأنني بزاف دينا مستقبل دينا دينا. لذلك هو الذي سيديك. لذلك لن أحدد الأولويات ديالنا في الحياة. الحاجة الأخرى اللي هي مهمة هي أننا نفهم أننا مسؤولين على حياتنا وعلى التصرفات ديالنا. نحن لا سنقدرون من الآخرين أنهم يهضرون. ولكن إذا أعطيناهم ودنينا وخليناهم يحرجونا وخليناهم يهضروا فينا وخلينا ونحن يتغطرنا بذلك شيء سوف يزيدو فيه. ما يلا شاهدوك بأنك نساء أوكي واخها وما هضروا هذا؟ ما هدو يوقع؟ ما هدو ما يوقع غادي غا يهضروا شويا غا يشوفوا مكين والو غا يمشي وقلبوا على ضحية وحد أخرى وثلاثة الهضراء. لذلك نحن مسؤولين على التصرفات ديالنا. نحن مسؤولين الواحد يكون يدير كل نهار شي حاجة حسن باش يكون حسن من البارح. يدير ديسان ميه. يمشي في تجاه الأولويات دياله كما قلت ذلك شيء. وقال يعني ذاك الولادة شنو خليه يقول. سيبون. يعني ندحك على رأسي وندحك على البيتزيالي. ندحك على الأخطاء اللي كندير. ومن يكا نقول ندحك. ماشي ندحك زي ما. ندحك زي ما. يعني نتحكم على رأسي. لا لا. ندحك في غامو على رأسي. يعني. ندحك على رأسي. ويمكننا ندحك على رأسي. ويمكننا ندحك على رأسي. ولكن من البداية تتعلم أنك تضحك على رأسك. لأنك تقول. اوكي. خطأت ولكن تعلمت هذا. لأنني ندحكو على رأسي. ندحكو على رأسي والأخطاء ديالنا وذلك شيء. لا ندحك للآخر. للسلطة. باش أنه يتحك علينا. يتحكم علينا. يتنتقدنا خيب. لأنك تضحك على رأسك. يعني أنك باخر مع رأسك. لأنك عارف رأسك بأن. هذا كمسا. أنه مدام فوق الأرض. ستخطأ. ستضحك حواج. ويمكننا دفعو تصرف البلدة. ويمكننا. ومشي مشكل. ستطفى نعمال. يعني الواحد من يتعلم هذا. ستحكي حاجة مهمة بزيف. وزيما غير بخاطيكي. وغير بخاطيكي. وغير بخاطيكي. ويجب أن أفعل ذلك. ويجب أن أفعل ذلك. ويجب أن أتحكي من الناس. ويجب أن يقولون. ويجب أن يقولون. ويجب أن يقولون. إحنا الآن تكلمنا على الكبار. الشباب. وأطفال. يعني لو كانت تكلموا على. ولد 16 عام ولد 15 عام. 12 عام. مش من البنت. آية في الجمال. وامتحرات. هذا الناشئة. هي الأخرى تتأثر بهذا الكلام. فيما بينها. كيف يمكن. كيف يمكن معالجة هذا الأمر هذا. في وسط هذا الشباب. في وسط هذا الأطفال. حتى أنهم يطلعوا. ويكبروا. بدون هذا المركب النقص. وهذا الإحساس اللي يحسوا به. تجاه النظرة الآخر. الكلام الآخر. ما يقال من الآخر. بالنسبة للشباب والأطفال. مهم بزاف. مهم بزاف أن الوالدين. من صغر يعلموا ولادهم. يدتشوا. يعني يحيدوا من النظرة الناس. وماذا سيقولون الناس. وانتقادات الناس. وذلك شيء. من صغر. يعني من صغر. يجبنا. ما ننقوش. أغيون طيف. يغليزو. خلال عندك يقولون. ولا عندك يشوفوا كدرتي. ولا مثلا. الطفل المشينا عند الناس. ووصخ غمقى. ونغوتوا عليه. ولا غنقولوا. شوف شنو هذا وصختي. وهذا. وحنا خايفين عندك الأخرين. شنو يقولون. لا. هذا الشيء هذا كامل. يجبنا نخدموه مع وليدتنا من صغر. باش أننا نربيهم من صغر. على أنهم يديوها في راسهم. على أنهم. يكونوا كون صوت خيغير. على هذا الشيء اللي يجبهم يتعلمون. لأن الأطفال عندهم بزاف ما يتعلم. وعاد تزيد له النظرات الخرين. عندك شنو غادي يقولون. عندك الجيران عندك يشوفوك. عندك راحة دينا عائلتنا عائلتك. عندك. هذا الشيء غادي تخلي الطفل أنه يكبر. وهو مرتابط أو لا. فغامو. أتاشل ذاك اللغوغا غادي الناس. ذاك النظرة دي الناس. إذا قالوا فيه الناس هدرة مزيانة. سي اوكي. غا يكون فرحان وغا يكون مزيان. إذا قالوا فيه الناس هدرة اللي هي خايبة. هادك شيء غادي هرسو وغادي صدمو. وما غاديش يخليها أنه يزيد القدم. هذه مسألة التربية. التربية عندنا نعلمه من صغراء وليومها. في التربية الإيجابية. شنو كي يقول لك. يقول لك أولا. خاصك تسمع العواطف والحتياجات ديال الطفل ديالك. ضروري. أنا مشيت عند الناس مثلا. وولدي باغي ناس ولا هذا. ما غا نقولوش لا. ما تناقش. وحنا يعني ناس ولا هذا. لا سيرا ولدي. شخشون بلاس. وغادي ناس مثلا. ناس مثلا. ناس مثلا. ناس مثلا. ماشي مشكلة. يعني كامن بيهم كيدوزو من هذه المرحلة. وكي وصخوه. وكي وصخوه. وكي وصخوه. وكي وصخوش عرهم. وحويجهم. شلو هو وقاء المشكلة في هذا. نحيدو من دك. فلانا لبسات. وفلانا لبس. انت يخصك تلبس. ولا هذا. مثلا. نهار اللي جاءت أنا بنتي. نحن 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 نحن. اذا كنت تنشعي على أساسياتك. يمكن أن يتعاون أن يأخذون بأمور ما فلانا. وفلانا في الآائلة. لما شخص المهم هو أننا مثلا. نذهب في السينما ونذهب في الطيادر والأمي ونطوروا الدماغ دينا. لذلك كل عائلة أساسيات في حياته ونعلم الطفل بشوية 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 أنه يركز على ذاته ويركز على رأسه ويركز على أساسيات في حياته ونعلم الطفل من صغر أنه يتامد على رأسه وأنه يصل إلى الهدرالي ونعلم الطفل من صغر أنه يستطيع تدرج في التربية للأطفال من صغر وكما نقول دائما أن التربية لا تدوش العمكة لا تدوش العمكة لأولادكم يكبرون الأساس التربية يتعطي من المنزل حتى الـ 12 عام ونعطيهم كل شيء ونعطيهم بالثيقة في النفس ونعطيهم بالثيقة في النفس ونعطيهم لكي يكبرون متينين وكي يكبرون صليد ونعطيهم لأغلبية يقولون أنك كبرت في الغواس وكريتك ومشي مزيان أنك لا تدري أو أنك لا تدري يعني الإنسان يطلع مزعزع ومشي صليد وماتين ومشي أن يقولون شيء يهدرع أو يطيح به أو يهرس أو يقولون شيء خيتي أو ينتقادون لهذا هذا الإنسان يفشل وينساق وراء هذا الشيء يتقل وفي هذا يقولون قبل أن يلعب دور الضحية السلبية أو للضحية العنيفة لماذا؟ لأنه لا يقف على ركيزة صحيحة يعني لا يوجد ذلك الثقة في النفس وذلك تقديرها وذلك شيء خادم إليهم لأنه جهي ذلك شيء من طفولة ومن طريقة لطربة ومن طريقة لطربة ومن طريقة لطلب المساج من المحيطة لهم إلى آخر لذلك التربية هي شيء مهم واليوم لا نستطيع أن نقوله بأنه لا نستطيع أن نقولها لأن اليوم كل شيء يوجد التليفون كل شيء يوجد أكسل وإنترنت وقالوا لكي نرى كونغي يعني لكي نرى نحن يبقين فيها كم شيء نرى أنا كم شيء نرى مثلا غير اليوتيوب المغربي لا أخذيكم غير هذا الأمريك كيف يرى عامر؟ عامر بفلانة دارت وفلانة دار وهذا يأتي وترى ويأتي والردد لا أعرف ماذا يستطيع هنا يأتينا واحد الخلاصة أو ما يقولون لأحد في مجموعة التي تقول لك كيف تهتم أنا لا أستطيع أن نهتم بذلك أنا لا أستطيع أن نهتم بذلك بذلك ما سوف ينفعني لدي درارة لأنترنت ونرى كيف هي التربية الأطفال ما هي التربية الإيجابية لدي مجوجة لنرى ما هي العلاقات ونتبع الناس ونرى هذا وهذا وهذا ونرى ونرى الخلاصة ونرى كيف سنتعامل مع الوضع هذا كامل لكي نزيد القدام أما فلانة شرعت وفلانة وفلانة نزلت وهذا شيء كامل ما يفيد ونرى 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 أطفال ممتاز لكي نزيد ونرى ونرى من ونرى 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 وحقيقة أننا هو موضوع كما قلت لك يجب أن نشارح النفسية دينا شنو اللي نختمو به في الآخر اللي نقدر نقوله هو أننا أريد أن نخدمه إلى رأسنا باش نكونوا ناس أتقياء أتقياء سوف يدخوا سوف يدخوا أننا نكونوا متحلين بواحد الصيفات اللي هي زوينة الصيفات اللي هي مميزة يكونوا الخلق دينا والأخلاق دينا الشي حاجة اللي هي زوينة بزاف ونعطيه المثل لأن وخاح احنا يمشي نهضرنا في الناس وخاح احنا نمشي نتقدناهم وخاح احنا نمشي نقولنا فيهم شي حاجة اللي هي خايبة ولا هذا واش كتعطي دكشتك شي كيعطي نتيجة ما كيعطيش نتيجة بالعكس كيش بدغير المشاكل في حال اللي قلناها قبيلاتي وهدي شي حاجة اللي هي قبيحة بزاف لنا نهضره في بضياتنا وانحنا المشكل اليوم اللي كنعاني ومنه اللي كعاني ومنه الزف ديان ناس وتكشيش قلتكم كنهضره إليه ميرانا وتكرارا هو هاد الشي هذا هو هاد الهدرات ديان ناس هو هاد كل شي كي يكريتيكي وكل شي كي يسحب له هو عنده الحقيقة المطلقة ويفتي ويقول وخصك وشوف لانك يدارس وشوف لانك يدارس وشوف لان راك نقول لكم اللي خرجنا من ضر لعب لعب ياك صافيديغ كوا صافيديغ وكي يبقى أنا ما نقدرش زي ما ما نقدرش نمشي نهضر ولا نقول أولاد فلان ولا ولا فلانة ولا سي ولا سي لأنك تقول ما كاز عرفش يقدر ذلك شي يخرج في أولادك يقدر يخرج في فرنسك يقدر يخرج في الناس اللي إزازين إليك وذلك شي دونك هادك اللسان ما فيش عظميها جلسة ما فيش عظم وكامين بينا نقدره تقدر تكون الزلة وكامين بينا ولكن خصنا ننترينه وفي حالك ندروا السبور للكوغ دينا خصنا ندروا السبور للسان دينا باش أننا منين يجيب قائيا كنا باش نقولوا هدراف الناس ولا نهضروا فيهم خايب ولا هادا ندوروا بزاف دلمره باش ما نخرجوش لعيب وما نخرجوش هدرا اللي هي خايبة وما نخرجوش هدرا اللي غادي تقدر تقادي الناس وغادي تقادينا حنال لوالا كما قدتكم قبلاتي نوك الله يهدي مخلق هاد الموضوع هادا كي ضررني في خاطري بزاف لان بحكم العمل ديالي راني كنشوف وكنشوف اللي ديقا ديالي يعني كنشوف الأضرار ديالي وأضرار اللي هي وخيمة دفوا وعليش علا وديس بنادم ما كيصونش اللسان ديالو ما كيصونش الفوم ديالو كي غيك يخرج غيك يطلق غيك يهدر وليهما انتو مشتوب بنادم ما بقاش غايب ماشي حتوي لا انا وصلني شي خابر غادي نمشين مثلا نشوف واش صحيح ولا هذا لا انا وصلني خابر صافي غادي ندان تلقوا الاخرين والاخرين كي تلقوا الاخرين وذلك شي يعني شتوع كان نوصلوا لشي مواصر اللي هما خيبي مزر وغادي نعود لكم عاوثاني انكم فا باسكو قلتها واحد المرة سمحوا لي القصة ديال سوقرات وكما سمحوا تتعلم لهم وقالوا انا قاعد لك شي حاجة لا مي ديالك وصقرات قالوا بلاتي تندوذو بها ديال الحاجة اللي غادي تعودها خسنا ندوذوها في ثلاثة ديال الصفايات واش هدش اللي غادي تقولي على صحبي اه حقيقي قالوا ما نعرف قلو لي انا ما قدرش نقولك باش بالصح ولا لا قالوا اوكي هذا دازز الصفايات تانية واش هدش اللي غادي تقول لي اه فيش حاجة زوينة قالوا لا بالعكس فيها غير خيب وحاجة خيبة على صاحبك قالوا اوكي هذا هو وزنة ثانية الحاجة الثالثة اللي بقى واشه الشي اللي غادي تقولي يا يوتيل يعني واش غيرينفاني في شي حاجة قالوا لا ما غيرينفاني في شي حاجة غنهضر غيريني عليه وصافي قالوا لا هادشي هذا ما غيرينفاني ما إيجابي ما حقيقي علش بغير جيتعاودوليا إذن كاملين بينقصنا نفكروا بهذه الطريقة هذه قبل ما مشوا نقاون نعاودوا ونقاون جبدوا في عباد الله ونهبطوا الحمدية لهم ونهضروا فيهم خايب ونقولوا الكلام اللي بعض المرة سراءها ليلة هيا الله راكي خروج في غيرهم على عائلة وذلك شي نفكروا في هذه اللي تخوى بسواق في هذه ثلاثة صفايات وننصنوا لسان دينا وما نقولوا لا هدرات العيب ودايما نقولوا لا حول ولا قوة سبيلا بالله والله خرجنا نظر العيب بالعيب هذا الشي اللي كان قولي أن الحياة كانت دور الحياة كانت دور صلىوا لي فرصكم بزاف كنتمنى أن نتلقى في ساعة وحدة أخرى وموضوع وحدة أخر إن شاء الله رحمة 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 وكننقول لكم سلامة أستاذ رحب شكرا كتير لك وعلى سحة صدرك ونتمنى إن شاء الله بحول الله أن نلتقي معك في الأستوديو مرة أخرى بعدما نزول هد الجائحة وترجع المياه للمجاريها شكرا كتير لك ومرة أخرى عيدك مبارك سعيد إذن مستمعي يا الكرام أعزائي أعزائتي موضوع كما قلنا يمكن كل واحد فينا يجلس مع رسوه وكما قالت لله رحب ويتساءل مع نفسه وشو في المراية أنا دائما أدعو إلى أننا نشوفه في المراية لاش أنا كان أخلي الآخر يدخلي في حياتي بحل كما كانوا يقولوا سيدنا الأولين بحل السوسة ويدير فيها اللي بغى وكان أخضع له يعني هو أقوى مني علش أنا غنستسلم له إذن كل واحد فينا اللي كيعاني من هد المشكلة يطرح نفسه اليوم وتسأل مع نفسه وتسالح مع نفسه ويقويها وما يهمكش كلام الناس مهما هدروا مهما قالوا مهما تكلموا مغي يغيروا فيك أي شيء إلا إلا أنت حنيت يدهرك نعود بعد قليل لنختم هذا اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة